مرحبا بحضرتكم الأستاذة وفية نكرر الدعاء لها ونسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاءا تاما كاملا لا يغادر وسقما اللهم أمين يا رب العالمين وهي بتقول إن بنتها أثناء ما هي كانت تعبانة وهي عامل عمليتين في الدماغ وبتقول إنه أثناء تعبها وعدم وعياها وهي مش مركزة قالت لها حاخد الدهب قالت لها خديه وبتقول لما فوقت قلت لها أنا كنت تعبانة وأنا عايزة الدهب عشان إنه أرجعوا لي مرة تانية أو أساوي بينك وبين إخواتك فهي رفضة ورفضة حتى توزن كم الدهب عشان هي عايزة تعدل بين الجميع إحنا معلوم في الشرع ومقرر في الشرع الشريف إن أخذ الإنسان ما ليس بحقه ده شيء محرم ومعلوم ذلك وإذا كان ده في شأننا شأن الناس مع بعضها البعض فما بلنا بأكتر الناس جاءت عليهم الوصاية في القرآن الكريم سواء الأم أو الأب وليس اللي عملته هذه الفتاة أو ما فعلته هذه الفتاة غير منضبط شرعا ويجب عليها إنها ترجع هذا الذهب مرة تانية لأن أنت حضرتك موجودة وما زلتي على حياة عينك يعني أنت موجودة المفروض الحاجة بتاعتك دي معاك ترد إليك مرة أخرى أنت حريك بتقولي أنا هدخل النار وهي هتدخل النار نسألها السلامة للجميع لكن أنت حريك ما كنتيش في وعيك عشان أنك تمنعي أحد أنت كنت عايزة تديله إنما هي أخذت ما ليس بحق لها والنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى أنه لا يطيب لمسلمين أن يأخذ أي شيء ليس من حقي وأنه يستحل هذا الأخذ ويستحل كده من غير رجع يعني حتى أنت عملة تقولي لها رجعي الحاجة عشان أنا عايزة أدي لإخواتك النقطة التانية حضرتك لم تكوني في وعيك وفي نفس الوقت لم تقصدي إعطاها هذا الذهب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهديها وأنها ترجع الحاجة دي مرة تانية ولا ما نعمل أن أنت حركت عضي في مجلس عيلة كده وتقولي يا جماعة أنه حصل أنه أختكم خادت الذهب وأنا أثناء الغيبوبة وأثناء التعب بتاعي وأنا حقيقة لم أرد ذلك وأنا طلبت منها إرجاع الدهب ده أنا عايزة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام